السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي المشاهدين المشاهدي قناة ابداع تي في. النهاردة معكنا فيديو جديد اه وفكرة جميلة والنهاردة انا نديم لكم فكرة اه حامل الموبايل. اه ممكن نستخدمه في التصوير. ممكن نستخدمه احنا ونتفرج على الموبايل. اه فكرة بسيطة جدا هي من الخشب اه ومتحرك زي ما حضركم شايفين. وبنركبه على جنب. وبنستخدمه. ممكن على جنب السرير. ممكن على جنب المكتب اللي عليها على جنب الترابيزة. بركبه في الجزء اللي احنا عايزين نركب عليه. اه ممكن يركب كده. ممكن يركب على جنب المكتب زي ما احنا شايفين كده. عدراتكم. احنا بركبينه كده. اهوات. وبنحركه برضو. عادي. كده احنا هنشغل الموبايل. وبنهم راح يمدخلين في الكلاب ده كده. الموبايل اهوات. عايزين نصور برضو ما فيش مشكلة. كاميرا امامية كاميرا خلفية ما فيش مشكلة. ومتحرك معانا زي ما احنا عاوزين. عادي. اهوات. ممكن نلم. على اي وضع احنا عاوزينه وهيشتغل معانا. يعني ايه? جميل في حركته. وما فيش اي مشكلة خالص. ومتحرك معانا. والسامولا اللي معانا ديت. اه السامولا الفراشا دي جميلة في الشغل. خلينا نعرف نحرك التليفون زي ما احنا عاوزينه. نسبت الحامل الواد اللي احنا عاوزينه. ويلا بينا عشان ما نطولش عليكم. نعرفكم طريقة عمالة. كل اللي هنحتاجه النهاردة للحامل بتاعنا. اه اربع قطع. سبعة طول سبعة وتلاتين سنتي. عرض اتنين ونص. تخانة تسعة ملي. وبنعمل فيهم فتحات بنفس الشكل ده كده. وهنعوز حتة نفس المعاس برضو اتناشر ملي. اه ممكن نعمل كونتر او سويد عادي ده يشتغل الموجود بيشتغل معانا. كونتر او سويد. وعاوزين قطع تمنتاشر سنتي برضو عرض اتنين ونص. نفس تخانة الاتناشر. يبقى عندنا قطعتين اتناشر ملي واربع قطع تسعة ملي وهنحتاج قطع دوران زي الوردة. آآ ديت هتركب معهم برضو. هنحتاجها في الشغل. هنوريكم احنا شغالين. وهنحتاج قطعتين آآ عرض سبعة ونص في تلاتاشر. وهندورهم برضو. نفس الشكل كده. آآ وهنحتاج قطعتين آآ سبعة سنتي في اربعة ونص وهنعمل فيهم فتحتين برضو هكذا كده. زي ما انتم شايفين. وهنحتاج قطعتين كمان او قطعة لبعضها تلاتة في تلاتة هارض سبعة ونص دي نفس القطعة بتاعتنا دي عشان هتركب بنفس الشكل كده دية اللي هتشيل معنا هتركب في السريرة او هتركب في الترافيزة اللي هتشيل تمسك الحامل معنا وهنحتاج جراب على قد الموبايل بتاعنا وهنفتح فيه فتحة للكاميرا وياريت للسماعة برضو الفلاش لو احتاجناه على قد الموبايل اللي احنا شغالين عليه تمام وهنحتاج اربع مصامير بالسامول وفلاشة الحاجات دي الخليصة ما يشغاليها وهنحتاج مصمرين صغيرين ضمة اللي هيمسكوا الجراب بتاعنا وهنحتاج زاودة كورسي الصغيرة وهنحتاج مجموعة مصامير صن صاج عشان نجمع بيها القاعدة اللي بتمسك الحامل بتاعنا بس تمام كده ونرجع لكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة